أعلنت وزارة التجارة والصناعة موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقية الكوماسة على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوماسة حيث تم اعتمادها وتكليف الأمان العامة بالبدء في تنفيذها وقالت الوزارة إن هذه الموافقة قد صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوماسة والذي عقدا برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الزنبية لساكا في إطار رئاسة مصر لتجمع الكوماسة مبادرة تضمنت سبعة محاور أساسية وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية وإدراج الشمول المالية وتنمية التجارة البينية الأفريقية وزيادة الإثثمار الصناعي تقديم الحلول الابتكارية التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدامة